وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تعد أفغانستان واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية التي طال أمدها في العالم أفد مرصد الصحة العالمي بوجود أكثر من مائة ألف حالة إصابة بكورونا وأكثر من أربعة ألاف حالة وفاة هناك القليل من الموارد المتاحة لفحص المصابين واللقاحات بيلكاد وصلت إلى جزء صغير من السكان وبحسب جامعة جونس هوبكنز يتم تطعيم أقل من نصف في المئة فقط من السكان بشكل كامل في خضم هذه المعاناة يحاول طبيبنا فغاني فر إلى بريطانيا قبل سنوات بسبب النزاع المسلح في بلاده أن يمد يد العون لأبناء وطنه من خلال مؤسسته الخيرية التي أصبح يديرها في لندن تعمل مؤسستنا الخيرية في كل مكان في أفغانستان بما في ذلك كابلة لكن بسبب الصراع هناك تباين حتى في وصول الخدمات بسبب الصراع والقتال ولا يمكن التنقل بسهولة تقوم هذه المؤسسة الخيرية بوضع الأطباء في أفغانستان على اتصال مع الأطباء المتخصصين الذين يتطوعون بتقديم الدعم والمشورة حيث يتم كل شيء عن طريق الهاتف المحمول الأمر يزدد سوءا حيث لا يمكنهم الأصول إلى المركز الطبية الأساسية ليست لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوية أو الضروريات الأساسية للحياة كالغذاء هناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية في أفغانستان ونرى ذلك من خلال تواصلنا مع الأطباء يعرف هذا الطبيب الأفغاني ما يعنيه أن تكون لجيا حيث عاش مع عائلته رحلة الفرار إلى مخيم في باكستان المجاورة ثم لجأ إلى بريطانيا حيث درس الطب في جامعة كامبريج وهو الآن يقدم المساعدة لأبناء وطنه ترجمة نانسي قنقر